أيام قليلة بل ساعات عن الإعلان الرسمي لأسعار بعض السيارات الجديدة المستوردة قامت كاميرا الشروق بجولة إلى سوق السيارات المستاملة بقسنطينة التي تعيش حالة من الركود لا بيع ولا شراء وسط حالة من الترقب بسبب تدول أخبار بداية التسويق أول دفعة من سيارات فيات في الساعات المقبلة في القديم في القديم السوق ما مش بينا القديم يمشي على حسب الجديد لا طاع الجديد لا طاع بخمسين مياه القديم ره يطيع بعشر ره خمسطاش ما سمت قال طوري طالعه ما زالت شوياته ثلاثة سبعين سمت فوق سبعين ما زالت فوق سبعين قال كسامه هذه الوضعية لم تؤثر على أسعار المركبات المستعملة حيث يتوقع أصحاب السيارات بقاء الحال على حاله إلى حين توفر السيارات الجديدة وبداية تسويقها حالة الركود والترقب لن تعمر طويلاً حسب أهل الاختصاص الذين أكدوا أن بداية تسويق أولى المركبات سيكون كفيلاً بتراجع أسعار السيارات المستعملة وإعادتها إلى مستوياتها الطبيعية لاحظنا فيه أنه فيه ركود على مستوى الأسواق الآوين الأخيرة وهذا بطبيعة الحال نظراً لترقب المواطنين لدخول المركبات الجديدة وبالتالي سيكون هناك مرجع لأسعار المركبات وبالتالي سيكون نشهد هبوط لأسعار المركبات على مستوى الأسواق الجزائرية ساعات قليلة عن بداية تسويق سيارات العلامات الثلاث التي تحصلت على الاعتماد والكشف عن أسعارها التي يتوقع أن تكون معقولة مقارنة بالأسعار التي كانت سائدة والتي من شأنها وضع حد لأزمة عمرت طويلاً وحرمت المواطنة من اقتناء سيارة جديدة ترجمة نانسي قنقر